بسم الله الرحمن الرحيم عدنا والعود أحمد أيضا أيها الإخوة من استحقاقات التحرير التي نحتاجها اليوم وخاصة في هذه المرحلة نحن نعلم أيها الإخوة أن الدولة المدنية تحتاج إلى كل الجهود وخاصة جهود مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات المجتمع المدني لا تقتصر على العمل الخيري فقط بل مؤسسات المجتمع المدني لابد أن تزاحم السلطة لابد أن تضغط تسمى وسائل الضغط في المجتمعات الغربية نحن نحتاج أيضا إلى المؤسسات الإعلامية التي تعطي الصورة الحقيقية تعطي الصورة الحقيقية وترفع صوت المواطن لا أن تعيش هذه المؤسسات الإعلامية أن تسبح بحمد فلان وبحمد فلان أو بحمد طائفة أو مجموعة معينة لا نحن نحتاج إذن إلى كل هذه المؤسسات المؤسسات الأمنية هذه هي من أهم المؤسسات التي نحتاج أيها الإخوة اليوم أن نعيد بناءها على تصورات على أطر على لوائح الدولة المدنية لهذا نرى اليوم نحن في الغرب وحتى في أفريقيا اليوم للأسف حتى في أفريقيا هناك دول في أفريقيا اليوم لا تجد فيها هذا تجد فيها هذا الفساد يعني أصبح الجيش في هذه الدول يمارس عمله في حماية الوطن وأن السلطة السياسية أصبحت يتم تداول هذه السلطة عن طريق العمل المدني التداول السلمي للسلطة عن طريق بناء دستور ولهذا أهم استحقاق أهم استحقاق نحتاجه اليوم هو العمل على إنشاء الدستور ولشك أن هناك دستورا اليوم تم إنشاؤه دستور الذي تم إنشاؤه في مدينة البيضة هذا الدستور هو من أفضل الدستير التي قرأتها هذا الدستور يحتاج إلى اليوم فقط لماذا لا يستفتع على الدستور لماذا البعض مننا يريد أن يعود بنا إلى الدستور 63 والله 51 وإلا فيه مننا من يريد أن يضع شروطه ويضع أسس من عنده هذا الدستور تم اعتماده يعني لماذا اليوم الانقلاب على هذا الدستور لماذا وهذا الدستور تم بإنشاء لجنة وخبراء وأساتذة في اللغة العربية وفي الشريعة وفي القانون وفي الاقتصاد وفي كل التخصصات وعملت هذه اللجان وأنشأت هذا الدستور لماذا مع العلم أن هناك دول إقليمية لا تريد لنا الخير لا يريدون لنا أن نبني دستور لأن يا إخوانا اليوم نحن في يوم التحرير نحتاج إلى أن نعود إلى الدستور لأن الدستور هو الذي ينظم حركة الحياة هو الذي ينظم علاقة الرئيس بالمرؤوس يعني لماذا الحاكم يبدأ يحكم فينا بهواه هو فقط يعني هو الذي يحكم فينا برأيه يعني عشر والله عشرين واحد يجتمعوا في مكان وقد يكونون من أسوأ الناس وهم اللي يجتمعوا ثم بعد ذلك يأتوا ويريدون منا أن نعيش كما يريدونهم اليوم نحن في يوم التحرير نحتاج إلى أن نطالب بالدستور ضعوا لنا الدستور يستفتى عليه ثم بعد ذلك يأخذ رأي الناس إما بالقبول وإما بالرفض لكن لازال المستبدون لازال الإنقلابيون لازال أصحاب العقول الاستبدادية والديكتاتورية لازالت تريد من هذا الشعب ومن شعوبنا العربية والإسلامية أن تعيش في مستنقع الاستبداد مستنقع الاستبداد لم يصنع شيء كل الأنظمة العسكرية ماذا صنعت لنا في سوريا في العراق وإن كانت العراق على الأقل كانت هناك ديكتاتورية لكن صنع على الأقل صنع شبه دولة وإن كنا لا نواب لكن السودان مصر ليبيا كل الأنظمة هذه الأنظمة التي كانت تحكم في شعوبنا وفي أمتنا ماذا قدمت لم يقدموا شيء دمار على المستوى السياسي دمار على المستوى الأخلاقي دمار على المستوى التنموي اليوم حتى ليبيا يعني ليبيا اللي كانت على الأقل دولة غنية شوفوا اليوم يعني نحن اليوم بمجرد دخول فصل الشتاء وبمجرد سقوط الأمطار تشوفوا ترابلس العاصمة ترابلس يا أخواننا يعني العاصمة اللي هي مفروض تكون الصورة الطريق السريع اللي هو ما عندناش اللي نفتخره اللي به فقط في ليبيا تلقاهم سكر بمجرد قطرتين من الماء يتسكر والبلاد يسرلها نوع من الاحتقان ويعني الآن كل هذه كل هذه المظاهر كل هذه الإشكاليات يعني اليوم لما نتكلموا على الطريق السريع مثلا حينما يغلق ما هوش من فبراير هذا من سبتمبر مزال يعني حتى على المستوى حتى الطرق لم يصنعوا لنا طريقا صحيح حتى على مستوى البنية التحتية والحشاكم الفتشات المجاري لم يصنعوا لنا شيء لم يبقوا لنا شيء حتى على المستوى التعليم مستوى التعليم يعني كثير اليوم حتى الذي كثير من الناس من الطلبة يبلغ إلى الثانوية وإلى الجامعة ولا يستطيع أن يكتب حرف أو حرفين حتى بعض الناس اليوم تقول لا أكتب طلب وتلقاه مرة تخرج الجامعة لا يستطيع أن يكتب طلباً طلب عادي يكتب لمؤسسة أو شركة ليش؟ كل هذا هو نتاج الأنظمة الفاسدة الأولى لماذا لم تصلحوا؟ واليوم قاعدين يتباكوا على تلك الدول ويتباكوا حتى علينا اليوم يقولنا أنتم وررون أنتم نحن اليوم لازلنا نعاني نحن لازلنا نعاني في أمراض ولازلنا نعالج في أمراض هي أمراض قديمة لا شك أن الاستبداد هو الوباء الكبير والذي يجب على الأمة أن تتخلص منه لكن للأسف حينما نرى من شعوبنا اليوم أنها ما زالت تب تعود للاستبداد تريد أن تعود للدكتاتورية يعني بعد أن حررنا الله سبحانه وتعالى وأخرجنا من الظلمات إلى النور نبقى الرد أخرى نبقى الرد لطيح السعاد من جديد نبقى الرد إلى فلان ونجعل منه إلها وتبدأ الصور متاع في كل مكان ما زالنا نبقى الرد ونعيشه هذه اللحظات يعني يا أخوانا يجب أن نفكر نحن كلنا بشر والإنسان كل إنسان فينا له الحق أن يتقدم في أي مكان إذا كان هو مؤهل هناك أناس في عالمنا الإسلامي على رأس الهرم وهم والله لا يعني لا نستطيع أن نضعهم حتى على زريبة خرفان والله مواشي والله ولهذا اليوم أمتنا لماذا أمتنا اليوم أمتنا اليوم إلى الوراء إلى التخلف بسبب هذا الاستبداد يريت حتى اللي بيحكمون من المستبدين يريتم حتى هم كانوا في المستوى العلمي والثقافي والفكري لكن ما زالوا يبعود بينا لهذا نحن نحتاج اليوم نحتاج اليوم أيها الإخوة إلى إعادة بناء الأفكار لا لعودة الدكتاتورية من جديد لا لعودة الاستبداد لا لعودة دول العسكر نحن نريد عسكر ونريد جيش لكن لا نريد دولة استبدادية الدولة المدنية اليوم يحكمها مدنيون يتداولون على السلطة يتداولون على السلطة يحكمها دستور لابد من ميثاق يحكمنا الدستور يا أخوانا نفس العقد هذا عقد اجتماعي يعني الإنسان لما يجيه اليوم ويشري صيارة ولا يشري بيت حيتم كتابة عقد في عند محر العقود يعني ليش نحن اليوم نوثق في عقود صيارة ولا نوثق في عقد بيع شراء ولا أثاث ولا ولا نوثق عقد بيننا وبين الحاكم اللي ممكن حيدمرنا عشرين سنة أخرى وأربعين أو ثمانين سنة أخرى قدام نحن اليوم أمام فرصة تاريخية نحتاج إلى أن نأخذ بالعبر التي فرنسا بعد الثورة الفرنسية أخذت سنوات ولكن بعد ذلك استقرت لكنهم تمسكوا بمبادئ الدولة المدنية مع أن للأسف يعني يعني فرنسا أم الحريات اليوم هي التي انتكست وبدأت تحارب هذا الأسف أن العالم الغرب اليوم هو عالم أناني دائما يبوا الديمقراطيات والحريات ويريدونها لأنفسهم لكن حينما تأتي هذه الحريات والدولة المدنية والدولة الحضارية لا يريدونها لنا لماذا؟ لأنهم يعلمون من يقرأ كتاب إلى العم سام للكاتب نعوم تشومسكي هذا المؤرخ اليهودي يتكلم عن استراتيجيات الحكومات العالمية الولايات المتحدة وأوروبا بأنهم يقولون لن نسمح بأن يقوم وأن يكون على رأس هذه الدول العربية والإستمية وطنيون ولهذا الوطن يحط فيه مئة ألف عيب هم يريدون الذين يبيعون الأوطان لأن دائما نحن اليوم أصبحنا أسواق للاستهلاك الأوروبي ومزارع ومناجم للمواد الخام يأخذون مننا الخيرات ويصنعونها ثم يرسلونها إلينا وهذا هو الذي يفعله الغرب ولهذا هم دائما يسعون يسعون إلى أن نبقى تحت الاستبداد لكن نحن في ليبيا ولله الحمد والمنى وخاصة الفترة الأخيرة الثورة مازالت مستمرة ولم تفشل التحرير مازال موجود والمستبدون كثر والمصلحون قلة نعم لكن مهما كان عدد هؤلاء المصلحين فإن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين أيضا عندنا من استحقاقات التحرير الذي يجب أن نتمسك به هو استحقاق الاختلاف لا أدري لماذا يعني نحن ما نشعر في مازالت عندنا مشكلة في قضية الاختلاف الرأي والرأي الآخر الإمام الشافعي رضي الله عنه الإمام الشافعي كان يقول في مقولة مشهورة عند مقولة مشهورة هذه المقولة مفروض تكتب بمداد من ذهب كان يقول رأي صواب لكنه يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب الإمام الشافعي يقول في هذا الرأي على المستوى الديني الشرعي يعني إذا الإمام الشافعي قال هذه المقولة على المستوى الشرعي والمستوى الديني وجازت هذه المقولة أن تكون في الفقه لهذا عندنا في الفقه الإسلام اليوم نحن عندنا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والليث بن سعد والإمام الطبري عندنا حتى في المذهب نفسه حتى المالكية عندهم أقوال القول المشهور والقول الشاذ والقول الراجح والقول المرجوع عند الروايات رواية أحمد في المذهب الحنبلي وغير الروايات تجد التفسير اليوم عندنا أكثر من ألف تفسير للقرآن كل هذا التنوع الله سبحانه وتعالى خلقنا لأجل هذا التنوع إذا اتفقنا في الكليات وفي الأصول لكن في الجزئيات في الفروع سنختلف هذا الاختلاف لا يفسد للوضي قضية كما يقولون لهذا نحن اليوم إذن إذا كان هذا الاختلاف على المستوى الديني معنى على المستوى السياسي هو من باب أولى على المستوى السياسي من باب أولى لأن عقول الناس تختلف عقول الناس تختلف بين حتى العقول فيه عقل اللي عقل مقاصدي وفي اللي عقل ظاهري وفي اللي يحب الاعتدال وفي اللي يحب التشهد كل من المفروض حينما تطرح الأراء كما يقول هيجل في فلسفته هيجل عنده من فلسفة التاريخ هو تلاقح الأفكار يعني لماذا لا يعني كل واحد ليش نخافه من بعضنا وكل واحد يبدأ خايف ما يبيش يقول راية لا أنت قل راية ونقول راية ونحكو لكن دون تخوين ودون إخصاء لكن رأيي صواب لكن الآن لما نرى في بعض الحملات تشويه يعني الخصم السياسي أصبح اليوم يشوه مع أن عندنا في الشريعة وفي ديننا اختلاف ديني اختلاف مذهبي اختلاف فكري إذن هذا الاختلاف على المستوى السياسي مفروض يكون هو من باب أولى والإنسان يكون عنده فكر وعنده رؤية ما يشعيب لكن للأسف نحن ما زلنا ولهذا تجد اليوم كثير من الناس حتى لما شوفوا فيهم مرة يحكوا مثلا في التلفزيون يقول لك أنا لا أنتمي ما عنديش فكر سياسي وما عنديش مؤدلج وكأن هذه الشيء بالعكس يا أخوان الإنسان المسلم عنده فكرة عنده رأي عنده مشروع لكن نقنع به الآخرين هذا الاختلاف لا يفسد للود قضية اليوم الهند اللي هي مليار وربع فيها مليون إله ومليون ديانة ومليون مذهب ومليون عرق ومع ذلك متعايشين مع ذلك متعايشين نحن الليبيون اليوم في ليبيا مذهب واحد والمذهب المالكي وحتى الرأي في المدرسة ممكن يكون رأيه واحد ودم واحد تاريخ واحد ووطن واحد ومع ذلك نتقاتل ومع ذلك نتحارب ومع ذلك يلعن بعضنا بعضا إذن الإشكال إذن الإشكال ليس في الإشكال ليس في الاختلاف الإشكال فالتعصب الله سبحانه وتعالى قال وللاختلاف قال وحينما تكلم عن الاختلاف ولذلك خلقهم قال ابن عباس للااختلاف خلقهم اختلاف التنوع مفيش إشكال نحن حتى في حياتنا اليوم حتى في الحوش الواحد تلقى فيه اختلاف مش فرض أننا نكون صورة من والدي ومن بويا نكون صورة مننا لا ممكن نختلف عننا في الأفكار وفي الرؤى لكن في القيم وفي الثوابت وفي الأصول نحن سنكون متوافقين لشكل لكن نختلف الإنسان حتى الناس على مستوى الطباع في اللي يحب الحلو في اللي يحب المر في اللي يحب المالح في اللي يحب الباسل في اللي يحب الألوان الألوان أيضا تختلف فمفهوم الاختلاف هذا أيضا من المفاهيم التي نحتاج إلى أن نعيد النظر فيها وعدم العودة إلى الاستبداد بالرأي استبداد بالرأي هذا الذي نصحبه اليوم هو نفسه اللولي من تحزب خان ما زلنا عيشين فيها مع أن العالم كله يعيش بالأحزاب كل الدول الناجحة سياسيا فيها أحزاب لكن نحن من تحزب خان ما زلنا نستحضر فيه قيم النظام الماضي فنحن نحتاج إلى التغيير إذن التحرير في خلاصة التحرير هو الانعتاق من الأفكار المتخلفة من الجمود نحتاج إلى التغيير نحتاج إلى السير للأمام نحتاج إلى التكاتف أن نبني الوطن نحتاج إلى أن نعيش كلنا عندنا أراء وعندنا أفكار لكن يجمعنا الوطن وتجمعنا ليبيا وأقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر